أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن حال الأزمة القطرية في يد قطر وأن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وطالب واضحة تتعلق بكافي الضرر وإبعاد الأذى عنها جاء ذلك خلال مؤتمرنا صحفيين عقيل بعد اجتماع الدورة الرابعة للجنة البحرينية المغربية المشتركة في المملكة المغربية وبدوره أوضح وزير وأشياء الخارجية والتعاون الدولية المغربية سيد ناصر بوريطة أن موقف بلاده مع الأزمة بل من الأزمة مع قطر واضح ويعتمد إلى تاريخ العلاقات بين المغرب ودول مجلس التعاون مؤكدا أن ما قدمه معالي وزير الخارجية من مطالب هي مطالب مشروعة من المنامة إلى العاصمة المغربية الرباط حيث أواصر العلاقات التاريخية تلتحم بين المملكتين الشقيقتين وتتطابق الرؤى ووجهات النظر في مختلف القضايا الهامة في المنطقة وما الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية إلى المملكة المغربية إلا استمرارا للنهج الأخوي الذي لا طالما سعى السلك الدبلوماسي في كل البلدين إلى رفضه وتعزيزه من خلال الزيارات المتبادلة والتنسيق الرفيع في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخلال هذه الزيارة التقى معالي وزير الخارجية بكبار المسؤولين الدبلوماسيين في المملكة المغربية حيث عقد العديد من الاجتماعات مع دولة رئيس الحكومة المغربية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي وعدد من كبار المسؤولين بحث خلالها تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية وجملة من القضايا الإقليمية والدولية الهامة نظرا لما تشهده المنطقة من تحولات وتغيرات على كافة الأسعدة وتضمن جدول الزيارة عقد اجتماع الدورة الرابعة لللجنة البحرينية المغربية المشتركة أعقبه مؤتمر صحفي أكد خلاله معالي وزير الخارجية على الموقف الثابت للدول الداعية لمكافحة الإرهاب والثوابت والمنطلقات الأساسية للأزمة مع دولة قطر الحل والتقدم الموقف وحل حلة هذه المسألة هي في يد قطر لدينا مطالب واضحة لا يتعدى شيء هذه المطالب تتعلق بكف الضرر وإبعاد الأذى عن دولنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومهورية مصر العربية الشواهد معروفة والتدخلات معروفة والأدلة موجودة والتوقيعات على المحاضر في 2013-2014 شاهدة فكل ما نتمناه أن تقوم دولة قطر بواجبها بالعودة إلى هذا الكلام وبالاتزام بهذه الاتفاقيات وبالاتزام بهذه التوقيعات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي السيد ناصر بوريطة أوضح أن موقف بلاده من الأزمة القطرية لطالما كان واضحا وله منطلقات واضحة من بينها العلاقات الأخوية الثابتة بين جلالة ملك المغرب وإخوانه ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون مشيرا إلى أن قمة الرياض المغربية الخليجية أكدت على هذا العمق الخليجي للمغرب أن جلالة الملك كان دائما يرى في مجلس تعاون الخليجي نقطة الضوء الوحيدة رغبة التي كانت في ظلام العالم العربي دامس وكانت دائما هناك رغبة أن يبقى هذا التعاون أو هذا المجلس هو القدوة التي يمكن أن تلهم الآخرين المغرب يتحاور مع الجميع والمغرب يدفع في الحلول التي ترضي الأطراف والتي تأخذ بعين الاعتبار اهتماماتها واجسها وانشغالتها ولكن تدفع في نفس الاتجاه إلى أن يبقى هذا النموذج الاندماجي قائم وأن يبقى مرجع من خلال الحوار الجاد والشفاف التي ترح فيه كل القضايا ومعالي الوزير ترح مجموعة من القضايا وهي مشروعة ويجب أن يتم التعاون معها في إطار الحوار وفي إطار الأخوة التي تجمع هذه الدول مطالب مشروعة تستند على جملة من الأدلة والوثائق أكد معالي وزير الخارجية أنه يجب على النظام في دولة قطر أن يحترم هذه المطالب وينفذ ما وقع عليه في محاضر اجتماعات الرياض ليكون الحل بذلك بيد النظام القطري